أسعدتم أبقاتاً أيها المفكرون الصغار أنا معلمة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال درسنا لهذا الأسبوع هو درس حرف الذال سنبدأ بمهارة الاستماع وستقوم بدورك كمتعلم البكالورية الدولية الاستماع إلى القصة وإعادة سردها بلغتك الخاصة وأن تتسم بسمتي المفكر والمتأمل قصة حرف الذال ذيل الحصام ذهب سكر مع صديقه منذر إلى الروضة قالت المعلمة أبناء الأذكياء أريدكم أن ترسموا أشياء فيها حرف الذال رسم منذر ذرة لذيذة ورسم الذين ذئباً أما سكر فرسم ذيل حصان قالت المعلمة أين الحصان يا سكر؟ قال سكر لقد خاف من ذئب دينا فهرب وترك ذيله هنا النهاية ثم ستنتقل أيها المتأمل الصغير إلى مهارة التحدث ستقوم بدورك كمتعلم بتأمل لوحة حرف الذال وتعبر عن ما تشاهد في هذه اللوحة من صور في صوت اسمها حرف الذال ومن ثم تنتقل إلى قصة الذئب الذهبي ستقوم عزيزي المفكر بالاستماع إلى قصة الذئب الذهبي وتأمل الصور المعروضة فيها من ثم محاولة إعادة سرد قصة الذئب الذهبي بلغتك الخاصة هنا عزيزي المتأمل ستقوم بالتعرف على كلمات جديدة تحتوي في صوت اسمها على حرف الذال وستتعرف على مواقع حرف الذال في الكلمات المعروضة في هذا العرض التقديمي بعد ذلك ستقوم بالانتقال إلى مهارة القراءة هنا عزيزي المتواصل سيكون عليك القيام بدورك كمتعلم في جزئية مهارة القراءة فتقوم بتمييز اسم حرف الذال وتمييز صوت حرف الذال اسم الحرف ذال صوت الحرف وأيضا عليك نطق حرف الذال مع المدود القصيرة الفتحة الضمة والكسرة د د د ولا تنسى أيها المطلع الصغير عليك أيضا تمييز حرف الذال مع المدود الطويلة الألف الواو الي ذا ذو ذي وأيضا عليك تجريد حرف الذال من الكلمات المعروضة أمامك ككلمة مذياع مذياع يوجد هنا حرف الذال في وسط الكلمة عليك وضع دائرة حول حرف الذال ثم عليك أن تساعد منذر ليجد الذرة اللذيذة باتباع حرف الذال إما بوضع دائرة حول حرف الذال أو بوصل حرف الذال مع بعضه وهنا عزيز المتواصل ستقوم بالتعبير عن فهمك لحرف الذال وذلك باستخدام استراتيجية التعلم من خلال اللعب ستقوم المعلمة بقراءة بعض الكلمات وعليك أن تصطق عندما تستمع إلى كلمة في صوت اسمها حرف ذال على سبيل المثال أرنب لا تصفق هنا لأنه لا يوجد صوت حرف الذال كلمة ذهب تصفق لأنه يوجد في كلمة ذهب في بداية الكلمة حرف ذال وأيضا عليك أن تضع دائرة حول حرف الذال في الكلمات الآتية ذهب نذير منذر وهكذا وعليك أيضا كتابة حرف الذال في بداية الكلمة في المكان المناسب أما هنا عزيز المتواصل الصغير عليك أن تقوم بمهارتي التركيب والتحليل وذلك بقيامك بتركيب المقاطع الصوتية لتكوين كلمة مثل المقاطع الصوتية ذا ب عندما نجمعها سويا تصبح كلمة ذاب وعليك أيضا أن تحلل الكلمة إلى مقاطعها الصوتية ككلمة ذياب المقطع الأول ذي الثاني يا الثالث بو وأيضا عليك قراءة بعض الكلمات التي في صوت اسمها حرف الذال ككلمة ذرة لذيذ وهكذا وآخر مهمة لك عزيز المهتم في درس حرف الذال هي مهمة مهارة الكتابة ستقوم بدورك بكتابة حرف الذال منفصل وبكتابة حرف الذال مع المدود الطويلة الألف واو واليا وأيضا لا تنسى أن تكتب كلمة منذر بالشكل والاتجاه الصحيحين هذا كل ما لدينا في درس حرف الذال لهذا الأسبوع أسعدتم وقاتا